سجل مؤشر السوق المالية السعودية تراجعا يزيد على 5% في وقت سجلت فيه سندات دين خارجية صادرة عن دول خالجية متعددة تراجعا في قيمتها مع اجتداد حرب أسعار النفط التي تقودها السعودية والتي تسببت بالمزيد من انقفاض الأسعار عالميا وفي مسار موازن خفض العراق سعر صادرات الخام إلى آسيا 5 دولارات للبرميل وعرضت الكويت تقديم حسم يصل إلى 6 دولارات وذلك بعد يوم واحد من قرار الإمارات زيادة انتاجها بواقع مليون برميلا يوميا المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد أنه ما من خطط لمباحثات نفطية بين رئيس الروسي فلاديمير بوتن والمسؤولين في كل من الإمارات والسعودية والكويت والعراق ولم يستبعد عقدها إذا دعت الحاجة إليها وعن وجود حرب أسعار ضد بلاده قال بيسكوف إن الرياض تنفي الأمر بدوره أكد رئيس الوزراء الروسي ميخايل ميشوستين أن بلاده لم تكن البادئة بالانسحاب من اتفاق تقليص الإنتاج وأنها اقترحت تمديده حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي أو حتى نهايته وقال ميشوستين إن اقتصاد بلاده قادر على مواجهة انهيار في أسعار النفط بسبب وجود احتياطي مالي يبلغ 570 مليار دولار ما يسمح له بالتأقلم مع أسعار نفط منخفضة لسنوات ترجمة نانسي قنقر